اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنجد الوصول في هذا الشوط وتحديات هذا الاسم القادم على المركز الثاني الشهم نايد بن مسلم بالزفنة العامري يحتل المركز الثاني ننتقل الى المركز الثالث لنجد الوصول من شاهين خلفان بن راشد بن حضيرم الاكتبي على المركز الثالث المركز الرابع هنا يصل الرصاصي رغش بن طبازة بن الدودة العامري يقدم الرصاصي على المركز الرابع في هذه اللحظات على المركز الخامس هنا الوصول من مشاكل سالب بن حبروت بن سلطانه الاكتبي يقدم مشاكل على المركز الخامس المركز السادس في هذه اللحظات هنا القادم الحصان الحصان غادم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا هذا الاسم بوجوده مع هذا الشوط هذه الاسماء الستة الاوائل الحاضرين في هذا الشوط ولكن هناك اسماء غوية ننتظرها ونترقبها في هذا الشوط مثل شعار بن هاشل شعار بن عويضان شعار بالزفن الحرسوسي كذلك شعار بن ضحي وشعار بن معتوق نترقب هذه الاسماء حيث ننتظرها من المناطق الخلفية بالتقدم الى الامام ولكن عودة الى الصدارة عودة الى المركز الاول مقدمة الشوط من يقود المشاركين بهذا الاداء على الصدارة وعلى المركز الاول هذا هو الصايل الصايل مع بن سالمين الخيلي راشد بن اهلال بن محمد بن سالمين الخيلي الذي يطلق هذا الاسم على المركز الاول في هذا الانطلاق وهو يعلن حضوره مع هذه اللحظات مع هذا الاداء ولكن راعي سودة يصل يصل مع هذا الانطلاق ليقدم الشهم نايد بن مسلم بالزفنة العامري على المركز الثاني الثالث يأتينا الحصان بشعار محمد بن عتيق بن زيتون للمهيري المجازف الذي يقدم هذا الاسم على المركز الثاني مع هذا الاداء الرايع والممتاز بينما هناك شعار بن حبروت على المركز الرابع سالم بن حبروت بن سلطان اكتبي يقدم مشاكل على رابع المراكز في هذه اللحظات الرصاصي مع راعي النصيبة رغش بن طباز العامري ولكن اين الانطلاق اين الاداء الممتاز الذي يعلم به الحضور الصايل يتواجد بوجود شعار راشد بن اهلال بن محمد بن سالمين الاخيالي هنا يقدم هذا الاسم على المركز الاول يسيطر على هذه الاسماء بوجوده مع مقدمة الشوط بوجوده مع الصدارة في هذا الانطلاق يقدم هذا العرض الممتاز هنا يصل الى المركز الاول ولكن هنا هل سيحافظ على مركزه ام الاخرين لهم راين اخر دايما في المنافسات القوية مع الصدارة كيلو وين متر ما تبقى عن خط النهاية الاحصان ياتينا على المركز الثاني مع شعار المجازف محمد بن عتيق بن زيثون الامهيري هنا ابو سعيد شاهدنا تألغة في قائزة زايد الكبرى متألغا كعادة دائما في كل المنافسات يعدل عدة كذلك لمهرقان سيدي ابو خالد الذي ينطلق في اواخر هذا الشهر في ميدان الديد في احد المناطق الشمالية هنا الكل حاضر الكل يحضر لذلك المهرقان الغالي بينما في المركز الثالث هنا يصل بن حبروت مع مشاكل سالب بن حبروت بن سلطان الاكتبي يقدم مشاكل منقدم مشاقب بالشروط الماضي واخذ المركز الاول ياتينا بهذا الاداء الرائع ولكن ولكن سنتابع هذه الاسماء الحاضرة في هذا الشوط الحاضرة المنطلغين الحاضرين عودة الى المركز الاول عودة الى الصدارة الى شعارك يا ابن سالمين الى شعارك يا ابن سالمين مع المركز الاول مع مقدمة الشوط بدأينا في الانعطاء في الاخير نحو خط النهاية والمركز الاول مع هذا الاداء الذي يقدم الصائل 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 على المركز الاول حيث يعني الحضورة مع مقدمة الشوط راشد بن اهلال بن محمد بن سالمين الخيالي الذي يطلق هذا الاسم مع الصدارة ومع المركز الاول في هذا الانطلاق المثير يا سلام حيها الشكل حيك وحيه يا ابن سالمين على هذا العرض الممتاز الذي يقدم بالصدارة مع مقدمة الشوط بدون اي وامر بدون اي حركة يا سلام سلامي على هذا العرض الذي يقدم الصائل 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 يصول ويقول على المركز الاول مع مقدمة الشوط عصات فلبطان اهلية في امان شوف الحركة باسم الله ما شاء الله على هذا العرض القميل الله 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 عرض ممتاز سلالة الصائل انتاج شخصي هنا يقدم بالمركز الاول على مقدمة الشوط عون ولون عون ولون ما شاء الله تبارك الرحمن العون في الاداء واللون في الشكل ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض الذي يقدم الصائل بالمركز الاول بدون اي منافس غريب ياتي بهذا الاداء القميل بهذا الاداء الاستثنائي مع المركز الاول تهانينا والناموس الى مالك هذا الشعار مالك اسم الصائل راشد بن هلال بن محمد بن سالبي الخيلي نهنيك على الفوز وكذلك على الانتاج الذي قدم الصائل بهذا العرض القميل بينما في المركز الثاني يذهب الى بلشاكل سالب بن حبروت بن سلطان اكتبي الثالث يذهب الى تواجد وحضور الرصاصية رغش بن طباز العامري الرابع هناك يذهب الى الحصان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الخامس مشعل علي بن سلطان بن هاشل اكتبي سادسا يذهب الى الشهم نايد بن مسلم في الزفن العامري التوقيت ثمان دقائق ثمان ثواني التوقيت الاجمل